أعظو بناه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صدنا على محمد وأنا محمد كما شرح محاضرة النيموني part 3 وصلنا إلى treatment of the pneumonia ذكرنا أنه treatment of pneumonia تقريبا أربع عركان رئيسية الركن الأول هو oxygenation شرحناه بالتفصيل الركن الثاني هو intravenous of nude or IVF nude وكذلك شرحناه بالتفصيل الأمر الثالث هو ما مذكور تقريبا بالتفصيل بالمحاضرة هو nutritional support وهي بحالة مثلا إذا بقت النيمونية لفترة طويلة prononic مثلا أو إذا كانت سبير تمام يحتاج إلى patient nutritional support والأمر الرابع أنه هو antibiotics فيما يخص الantibiotics فتقريبا اختيار واضح أنه إحنا إذا شاكين النيمونية هي bacterial pneumonia يجب أنه نلطي antibiotics هذا سيحسن البروغنوسيس وحيحسن الأوتكم واختيار انتبوتك يحتمل على عدة أمور مثلا يحتمل على clinical context مثلا عن طريقة أتوقع المايكرو أورغانيزيم عن طريقة مثلا ممكن أتوقع عن طريقة المايكرو أورغانيزيم ممكن حتى الإكس راي إذا شفت بها بعض الأمور نفس ما ذكرنا بالبارت السابق أن تخليني أشك أن هي المايكرو أورغانيزيم ونتيجة ستاف أوريغس بالإكس راي مثلا بعض الفاينديكس مثلا فغزني أنه كنين كان كونتكس بكل تفاصيل ممكن تخليني أفكر بأنتيباتيك مثلا مدة الأنتيباتيك بغضاء ما شرحيني الكورس أو الأنتيباتيك كنين الكورسات يعني رح ناخذها ونشرحها عن الأنتيباتيك كنها لمدة سبعة أيام كنها بغض النظر عن التاي بغض النظر عن الريجيم مثل مختين دفرنيهس كنها ذني أي ريجيم ما رح نختاره يبقى المرض عليه سبعة أيام جاي إنه في حالات معينة يحتاج المريض يبقى أكثر من سبعة أيام عن الأنتيباتيك مثلا بحالة استافينا كوكا وذكرنا نحن نتوقع أن استافينا كوكا إنه يوجد بعض الأمور يعني مثلا بيشت عندي كاميراجة سريعة يعني بيشت عندي عبر سبارتر ترك انفكشن وراءها صاعدة نيمونية أتوقع نحن السبب هو ستاف أوريوس مثلا نيمونية نتيجة ستاف أوريوس أو مثلا بيشت عندي مثلا سوتنا سيروم إلكترولات وشفت عدها بوناتريمية أتوقع أنه السبب هي نجينة أو مثلا طه ها لكنبسيين أنا ما ذكرتها الملاحظة من الساعة وهي ما مذكورة بالمحاضرة بس ما يخالفة تفيدكم بنيمونية إن أنكوحنك بيشت كنبسيين نيمونية يعني إذا كان البيشت أنكوحه لك أنكوحه لك وصير عنده نيمونية غالبا السبب هو كنبسيين نيمونية جيد لذلك احنا ذكرنا بالبارت الأول إنه واحدة من الرسكو فاكتراس فور ذا نيمونية هي أنكوحه جيد فبذلنا ثلاث حالات ستاف أوريس بحالة نيمونية بحالة ليجي لنا هنا أنطي أكثر من سبع تيام عشر تيام وما فوق أورال لو آيفي أنطي أورال ممكن ما يكون مشكلة إنه إذا كان بيشن على سبير ديزيز تعبان ما بيحل يأخذ أورالي مثلا أو مثلا عنده إمبيرد كونشيسنس إنه الوعي ما تم ما يخدمه يقدر يأخذ الأدوية أورال كون هذان الريجيمس طبعا هذان الريجيمس حسنا أنا ما رقاري تقريبا هذان الريجيمس ممكن أعتمد لعدي المنظمة المنظمة الصحة الأمريكية أتصور إما منظمة الصحة الأمريكية أو أخوذ من ديفيدسون يعني واحد من عدن فقصد هذا الريجيم نوعا ما هو أحسن ريجيم لأن حقيقة أنت راح تشوفون اختيارات يعني عشوائية كثيرة جدا من أنتيباتيك بالنيمونية تقريبا يعني من قبل أخصائيين أو مواقع التوسط الاجتماعي مثلا بالمواقع الطبية بأي مكان تشوفون القضية كأنها عشوائية وهي فعلا العشوائية لأن أكو يعني ما كفت واضحة إنه يا ريجيم نختار فصراحة إذا تردون ريجيم محتمد ومثبت علميا ويفيدكم مثلا يعني اعتماد المحتمد على القايد ناينز فهو هذا الرجيم موجود بالمحاضرة بصراحة يعني الرجيم شون حاج عن اختيار انتيباتيك نقسمها قسمي هل الحالة اللي جاءت عمل أنا وياها هي uncomplicated community acquired pneumonia أو severe إذا كانت uncomplicated community acquired pneumonia يعني مو سفية هنا أنتيباتيك هو أموكسين هذا الأموكسين العادي أو الموكسين 500 ملنغرام ثمث مرات من يوم أو رغمي والمدة انتفقنا عليه هي سبعة أيام المدة سبعة أيام تمام فهذا الأموكسين العادي أبو 500 ملنغرام ثلح بايت من يوم المدة سبعة أيام أو رغمي إذا كان عند الحساسية من الأموكسين يأخذ المكانة أموكسين 900 ملنغرام كونا وهذا أربع مرات لأن هذا أربع مرات فهو قليل ينطون أرثروميسين المرض صعب يأخذ أربع مرات في يوم ينطون أرثروميسين 500 ملنغرام أو ينطون مرات أزيتروميسين أو ينطون أزيتروميسين مرة واحدة 500 ملنغرام جيد هذا بحالة أنه يوجد أساسية وحالة أنه إذا لدينا حساسية من الأموكسين إنزين إذا أنا متوقع أنه سبب نيموني هو مايكرو أورغانزم هو هنا 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 1-2 غرام أربع مرات من يوم وإنطون أكنار الثمايسين أو أزيل الثمايسين كالناراثروميسين تستطيع أن تضيف их أزيل الثمايسين عادة فإذا توقعت أن السبب هو أوريس تنطون إزيل الثمايسين أو أزيل الثمايسين وإنطون إزيل الثمايسين أيضًا 4 مرات 1 مرتبة إذا كان السبب هو مايكوب نازمة طبعا مناسبة هنا مدة 10 تيام مثل ما تفقنا إذا كان السبب المتوقعين هو مايكوب نازمة أو نيجين لنه تنطون هم مدة 10 تيام والريجيم سيكون كالآن إما تنطون فقط كتناراثرمايسين متجرى عني من تفقين عليها فقط كتناراثرمايسين كنش كافي أو تنطون طبعا إما أوراني أو رآيفي هنا لديكم اختيار يعني أو شنو تنطون تنطون أريثرمايسين زائد أريفامبسين اثنين تنطوهن وإن اثنين تنطوهن وعدد جرعات أكثر فيفضلا أنه ننطق هنا أريثمايسين حتى نضمن أنه المريض رح يبقى على تريتمت أو تنطون أزلثرمايسين فيما خاصة مايكوب نازمة أو نيجين لنه صراحة أزلثرمايسين كنشفع عادة والأحسن صراحتها هو الأزلثرمايسين المهم يعني بين قوسين المهم ماكروني في حالة السفير كمينة أكوال نيموني يعني مريض مثلا مايقدر يأخذ سفير نيموني تعبان كنش كيربس كورة ناثي يضطر أنه يعني سوينا هسبيطان أدمش هنا شون رح يكون الرجيم طبعا هو حسب ما جاي تقولون هو معقد يعني صراحة الآن شون رح يعني يفهمكم عليه إثري أنتبايتك إثري أنتبايتك تنتون إثري أنتبايتك إثري أنتبايتك الأول يا إما كنا أريثرمايسين أو أريثرمايسين يعني بين قوسين ماكرويد بغض النظر عن النوع بغض النظر عن النوع بغض النظر عن النوع ماكرويد جيد إما كنا أريثرمايسين أو أريثرمايسين الثاني زائد طبعا هنا كنا أريثرمايسين أو أريثرمايسين واحد من عدن بنجرع الموضح يعني زائد الخيار الثاني إما كواموكس كناف شيء أو 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 سيفتر اكزون وهو غادئ من هو الإنطونة أو سيفروكزين جمع واحد من عدن الخيارات الثلاثة ما يجمع الخيارات الثلاثة؟ إنه كونها من ضمن مجموعة الأموكسسين أو مجموعة السيفالس بورين إنه تشتغل عند جرام بوزتيف بكترية جيد الخيار الأول ماكرويد يا أما كنا أريثرمايسين يا أما أريثرمايسين الخيار الثاني أموكسسين أو سيفالس بورين واحد من هذين الخيارات بنجرع الموضحة الخيار الثالث طنطون ثم نفس مذكور هنا نفس نجرع الموضح فتقريباً هذا الأنبوكسس ماكرونيد كنرثثور مايسين أو أريثرمايسين ثاني آتنا أنواع معهم كما أنهم كما أنه خيار الثالث انه تنطون وياه في النوق الوكساس سنين وهذا الشيء تشوفون انه ما جا يصير عندنا هنا نحن بالمستشفات ينطون مرات فقط مرات سيفتيروكسون او ينطون مثلا فقط اموكسسينين بالحقيقة نازم ينطون يعني اثنين يعني اثنين الانتيباتيك نازمين نطون يعني كيفية اختيار الانتيباتيك فوربيشوتو الموني فيما تبقى عندي بقية امور يعني تبقى عندي امور متفرقة ثانية مثلا تشيس باين انه يصير نتيجة الابنوريتيك تشيس باين انه ممكن يؤثر على الكاف والكاف انا عدي هنا بالنموني مهم حتى يطلد السبيوتم حتى يساعد المرض انه مثلا يتخنص من البكتيريا مثلا من الدد سياض مثلا خلال السبيوتم فمرات الابنوريتيك تشيس باين يؤثر على هذا السبيوتم هنا شونا اقدر يتخنص من هذا التشيس باين اخي امجموعة خيارات كثيرة مياما هالخيارات البسيطة انه الانجيزية مثلا هاي البراستامول البراستامول حتى يكونهم� reelنجيزيك وتكونكموبين الأنتبارتك اذا اینه الفيوفة سوف تكون الداخل مثلا الكودامول ممكن يستفاد من عندي او النستيرويد النادراك وبنادي اذا كان العکر قريبا سكذا زوجات ايما انه Spirit Cons just well كان هذه نادرة ان هو عندي واللعب خصوصا بخصوصا ان الباشتقى لديت نيمونيا وربما يكون ان هناكู ووقعون بنفسه بسيطة الفئة فقال النقطة الإنسانية ، لذلك ويمكنها الحصول على منطق المشكلة ويلاحظون سيطرة الحصول على القرآن وذلك لا أريد فتحها خصوصاً إذا كان هناك السيطرة ومنطق المشكلة فهو لا يفضل أن يطيق النقطة الإنسانية أحسن أن يكون مثل تلك فرسيتامول او انطل هذا المسكن العادي انه هو الانسترويد الانتينيفناتو الدراج الفيسيوثيرابي الغالب انه لا يحتاج انه اسوي فيسيوثيرابي انه بيه حالات مثلا 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 بيشين عنده بلورة جيس بين وهذا جاي عيقه عن الكف جاي مين عمن الكف وجاي يصير تراكم السبيوتم جاي يصير تراكم والبيشينت ما يعني لا المسكن جاي يفيد ويا ولا هو بين جاي يرضى يروح انه فهنان ممكن اساعد انه يسوي اسبيوتم عن طريقة الفيسيوثيرابي طبعا الفيسيوثيرابي انه طريقة خاصة لاداءه وهو very 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 effective جدا زيان يعني مرات يعني انا مراشات بيشينت يعني ليش اع مات قبل الفيسيوثيرابي كانت بيضة بيضة قد نيمونين هالدرجة تخيلو اشياء بيضة قد نيمونين بعد الفيسيوثيرابي تقريبا اثناث ترباع الاشياء صارت سودة يعني بيشينت قدر يسوي اسبيوتم عن طريقة الفيسيوثيرابي لهالدرجة يعني فهو very effective المشكلة الوحيدة انه او نقطتين هي نقطة انه ماك واحد يعرف يسوي صراحة انه طريقة خاصة انه يدور عني بالنت فيديوهات مثل فيديوتوب والطريقة الثانية انه ماحد انه خنق يسوي ماحد انه خنق يسوي فيما خسر اسمو الثرابي انه ممكن يبين عندنا السؤال او قبل ما نطرح هذا السؤال خل نشرح لنقضيه على سريع انه سوف يستجابون للتريتموت والانتيبايوتيك ممكن السخونة تبقى عندهم استمره عدة ايام هيا ماكو مشكلة واحد ينبه المريض عليه انه ممكن انقحها تروح ان بنغام يروح من عنده سبيوتو مثلين البين يروح من عنده يعني كذا بقيت ان العراض تروح من عنده بسرعة بس يبقى انه السخونة ممكن شوي تطور عنده فكون يبقى بالحسبان يعني اذا كان اقو تشينجس بالاكسراي ننبه المريض انه ترى تطور يعني اذا عاد الاكسراي وشاف انه تشينجس ترى بعدي موجودة هذا الشي طبيعي هذا الشي طبيعي اكسراي تحتاج عدة اسابيع يانا تروح تحتاج عدة اسابيع يانا تروح يانا تروح خصوصا وين بالاول دايت بعتبار انه الجهاز المناعي عدم يكون نوعا ما اضعاف فيحتاج وقت ياما يرجع انه ننك تشوه الى سابق عاهدة اقفل ملاحظة هنا لا مذكرة هاي ملاحظة تفيدكم هيتش اسميها ملاحظة عن الهامش نيمونية اني سموكر بيشنت يجب علي يجب مو كيفه يجب علي انه يعيد الاكسراي ورا اربع اسابيع مني ايش اذا شفت انه اقفل في الوباسيتي في الدنسيتي بالاكسراي وشكت انه هاي الدنسيتي او الوباسيتي نتيجة النيمونية جيد وهو سموكر طبعا المدخني فترة طويلة شا قلني اقلني انتي تريتمت ومشي اموره اقلني تيجيني ورا اربع سابيع لازم عليك تيجي يجب عليك تعيد الاشعاء اما عندي او عند اي مكان وتعيد الاشعاء تشوفها اذا الوباسيتي او الدنسيتي راحة الامور طيبة معناها هي نتيجة نيمونية وما اكو مشكلة اما اذا بقت معناها هي الوباسيتي ان انا شفتها قد ما تكون نتيجة النيمونية قد تكون نتيجة شنو قد تكون نتيجة فيد هيدين كانسر ممكن يكون عنده فيد كانسر ومسببها النيمونية وهو سموكر فيجب في اي مريض عنده يعني نيمونية وهو سموكر انه يعيد الاشعاء بعد اربع سابيع من هذا السبب يبقى هنا انا سؤال انه شخص نيمونية ومشيته على تريتمنت وما استجاب من التريتمنت شوني ممكن يكون السبب عدة امور هذا الشي ممكن تنسى انه بي من عملي السبب الاول انه يكون انكوريك داغنوسيس تشخيص مصحيف السبب الثاني هو صاعدي كومبنيكيشن معين ما خلنا المريض استجيب من التريتمنت فشي ثاني صار غير النيمونية ما يعني المرض ما تحسن او ممكن صاعديه انه المرض مثلين عايش في منطقة او عايش مثلين مع اشخاص انه كد ما يطيب ترجع عن الانفكشن كد ما يطيب ترجع عن الانفكشن يعني منطقة يعني جاي صاعديه الامر الرابع مثلين ساير عنده انسداد بالبرونكاي وبهيند منطقة المزدودة يعني وراها يعني صار عبارة عن انفايرومنت بيئة للبكترية والبكترية ما تتطيب يعني يعني كأنها منطقة محبوسة ومنطقة جود انفايرومنت ما يتحسن بايتشن 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 بسبب هذا الشيء يعني مضاعفات النيمونية هي مجموعة امور يعني الامر الاول بارا نيموني كفيوجين كامون صح احنا ما شايفينه انا ما شايف الصراحة نيسا يعني على ارض الواقع ويا بالمستشيات وجوزته ما نشوفه هنا بس هو تارت كامون بارا نيموني كفيوجين كامون واحد عديا نيمونية وياها شورتنس وبرث اذا كانت سبير جوز اذا كانت سبير جوز اذا كانت سبير جوز وياها شورتنس وبرث بس اذا كانت مالتو مودريت غادما ما وياها شورتنس وبرث وما موجود ل ordinary patients with pneumonia و parameter pneumonia but ok بس بالمقابل نرجع نقول مو زر بهذا الشرط النتيجة SPA المستشيات تكون نتيجة لسباب ثانية, سنقوم بعمل مجموعة التحادية عليه من الكل كانت سبير الطعени يمكنك في التي ا basin، لتساعد judged to us خليرة تدعم الجوز نفس champions ممكن تكون مبايمة ممكن كد بساطة يعني اذر كمبنيكيش انه هو سعدي ريتنشن نسبيوتم و سعدي نوبور كود نابس شنو معناها معناها انه مثلا خليش راح بها الشكل يعني تمام اللي تحدي الأيمونية اور tactile واحد كدا مرات يكفية قطعة اللي تصيد واحدة واحدة من هيد واحدة من الميسد من الميسد الفرز المنطقة الزوراء بعد ما حزي بها يعني لا رحية عش 9 0 0 هذا بعض الفرز يبدو عشرة للتواصل يعني 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 تنكمش عن نفسه تبدأ هاي المنطقة تنكمش عن نفسه وإنها في الاسبيسيفيك فانديل تنعرف ببالأشياء تمام تعرفوا هذا شيء كافي مرات باشن تساعده دي فيتي وبورمونرامبونيزم وهذا شيء ممكن يعني نادر صراحة يعني ممكن نيمو ثاراكس خصوصا في حالة الستاف أوريس هذا ممكن جمسي كيو نيمو ثاراكس في حالة الستاف أوريس أو ممكن اكتوبك ابسس فورميشن مثل ما ديكار اذا شفت عندي ابسس بالأكس راي اتوقع السبب هو ستاف أوريس طبعا تأخذوها قاعدة الستاف أوريس بكترية خبيثة بكترية قوية فهوان ما تشوفوا المشكلة عويصة بالنيموني ذبوها براس الستاف أوريس ستاف أوريس في البكترية يعني اقدر اسميها بكترية مدمرة يعني دمر التشو تاكل الأكل فهي تسبب هاي امور نيمو ثاراكس ابسس كابيتيشن ما عرف شونه هاي امور تسبب ممكن مثلا سبيوريتيف نيمونية ويتحول الى نانك أبسس وهم نتيجة الستاف أوريس اير ديس رينافينير موتي أورغنفينير بحالة السبسيس بحالة السبتسيمية والسبتك شوك مثلا خصوصا اذا كان باشت اميوريكم رماز اذا كان عنده كوموربولتيدس مثلا اه اه او ديج مثلا ممكن اسوأ من عنده انه بعد يصعدي سيسمك انفكشن هبتايتس بيركاردايتس مايوكاردايتس مينجينسافلايتس وهكذا او ممكن فالشي غريب انه هو ممكن يصعدي باييركسية ديوتو دراج هاي بس نزيبتين واني انطي واحد من انتيباتيك كجزء من تريتفة فيها بالنموني ووصع على بيركسية نتيجة هذا الانتيباتيك يعني تقريبا نهاية محاضراتنا عن الانتيباتيك يعني صح اطولنا بها شوية صراحة بالبرتات السابقة بس هي محاضرة مهمة محاضرة مهمة تيجي كثيرا بالامتحانات تخيلون يعني عشر درجات سيناريك قد يجع عن نمونيا فالضروري تضبطون هالمحاضرات لزادين محاضرة مهمة ان حياتنا العملية وبحياتنا العملية شوك ننتئ انتيباتيك شو المنوعية نغتر شوك تنتئ اوكسيجين ملاحظات عامة المدخل نكون عندنا الأكس راي كيف أستطيع أن أميز أنواع الميكرو أورغانيزم إنه سبب النيموني وهذا ممكن تساعدني في اختيار الانتيبايتك هل أحتاج هذه السكنية التحالي لو لا مثلا الفاين دينك مثلا الكيربس كور الضروري إنه حسب إذا ما تحسن الماضي ممكن يكون فمجموعة أسئلة كثيرة جدا جدا في المحاضر ممكن تجي إما بالامتحانات النظرية والعملية وممكن تستفادوا من عدد في حياتكم قادمة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين